اهلا بكم ابناء العزاء طلاب الصف السادس الابتدائي النهاردة هنكمل الجزء الاخير من درس محمد علي وبناء مصر الحديثة في الفيديو السابق شرحنا جزء من سياسة محمد علي الداخلية فاخدنا رقم واحد التنظيم الاداري رقم اثنين السياسة الاقتصادية النهاردة هنكمل مع بعض العمارة والعمرون رقم اربعة التعليم والثقافة رقم خمسة الجيش والبحرية طيب هناخد العمارة والعمرون عايزين نعرف ازاي محمد علي اهتم بيهم او ايه الدليل على كده الدليل على كده يا ولاد ان هو قام بتطوير المدن والقرى وتنمياتها رقم اثنين انشاء العديد من المباني طيب زي ايه يا ولاد زي قصر الشوهرة زي مسجد محمد علي زي الدفتر خانة بالقلعة اللي هي دار المحفظات الان وده مكان بيحفظ به الوسائق المهمة كل ده محمد علي انشاءه ومازال موجود حد وقتنا هذا ويعتبر مظارا سياحيا هاما رقم اربعة يا ولاد هنتكلم عن التعليم والثقافة ولازم نعرف ان اي دولة متقدمة لازم التعليم فيها يكون متقدم يعني لو تجدم التعليم بيكون عندي ثوادر تعليمية تقدر تنافس اي دولة اخرى ومحمد علي كان عارف الموضوع ده علشان كده اهتم بالتعليم طب ايه الدليل على كده الدليل على كده يا ولاد ان هو ارسل بعثات الى الخارج وخاصة فرنسا زي ما احنا عارفين ان محمد علي كان عايز مصر يكون على النظام ايه النظام الفرنسي رقم اتنين يا ولاد انشاء المدارس زي الابتدائية والتجهيزية اللي هي السنوية العامة حاليا لاعداد التلاميذ للالتحاق بالمدارس العليا المدارس العليا اللي هي الجامعة يا ولاد حاليا رقم ثلاثة انشاء المدارس حديثة مثل ايه ولاد الحربية الطب البشري والبطري والصيدلة والزراعة والمهندس خانة رقم اربعة عمل على ترجمة الكتب والمؤلفات في مختلف العلوم طيب رقم خمسة انشاء المطبع الاميرية في بولاج رقم ستة اصدر صحيفة الوقائة المصرية علشان ينشر فيها كل حاجة كان بيعملها في مصر هناخد خمس حاجة التيش والبحرية ولازم نعرف ان اي دولة في العالم لازم يكون عندها جيش قوي يقدر يدافع عنها ضد اي عدوي وزي ما انتم عارفين ان التيش المصري خير جنود الارض من زمان وحنا عارفين ان التيش المصري جيش لا يقهر وعلشان كده يا ولاد محمد علي بدأ في تجنيد المصريين وهو كان عارف ان نجاح مشروعاته مرتبط بنجاح مشروعاته الداخلية والخارجية طيب عمل ايه تاني يا ولاد بنا جيش قوي منظم ومضرب يبقى جيش ايه يا ولاد قوي منظم ومضرب على احدث الاساليب العلمية ومزود بالاسلحة الحديثة مش بس كده ده اهتم باحياء الاسطول الحربي طيب ايه الدليل يا ولاد على كده انه هو انشأ ترسانة ليه يا ولاد لصنوعة السفن كان مكانها فين في الاسكندرية تاني حاجة يا ولاد انشأ العديد من المدارس زي الحربية زي ايه يا ولاد زي المشاه والمدفعية والفرسان وعشان كده يا ولاد الدول الاوروبية بصت لمحمد علي على التقدم اللي بيعملوا في فترة زغيرة وهيبدأوا يحربوه ده اللي احنا هنشوفه في السياسة الخارجية اللي احنا هناخدها بعد ما خلصنا الجزء الخاص بالسياسة الداخلية طيب انا عايز اسأل سؤال واجول يا ترى علاقة محمد علي بالدول الخارجية او سياسته برا كانت عاملة ازاي كان فيها نجاح كان فيها ود كان فيها خير كان فيها نشاط ولا كان فيه عداوة وكانوا بيحربوه هسأل سؤال تاني برضو واجول ايه الهدف من سياسة محمد علي الخارجية عارفين الهدف ايه يا ولاد الهدف انه هو تدعيم استقلال مصر كان عايز يخلي مصر دولة مستقلة فراح عمل ايه يا ولاد خاض بعض الحروب علشان يوسع حكمه فضمت جزيرة العربية والسودان وبلاد الشام وبلاد المورا باليونان طيب الدول الاوروبية لما شافت كده انجلترا بالذات انجلترا وفرنسا عملت ايه او ايه النتائج هسأل سؤال واجول ايه النتائج المترتبة على سياسة محمد علي الخارجية التوسعية عارفين ايه النتائج يا ولاد ادى الى الصدام مع اطماع الدول الاستعمارية في المنطقة خاصة انجلترا وفرنسا فراحوا يا ولاد فرضوا عليه معاهدة اسمها معاهدة لندن كانت سنة 1840 المعاهدة دي اضطر محمد علي في اللاخر ان هو يقبلها طب ايه يعني ايه معاهدة يعني اتفاجية حصلت بينهم طب ايه شروط المعاهدة يا ولاد شروط المعاهدة اول واحدة اعادة بلاد الشام والجزيرة العربية للسلطان العثماني طيب رقم اتنين تثبيت محمد علي في حكم مصر رقم تلاتة اعلان خضوع خضوع يعني استسلام محمد علي للباب العالي يعني ياخد كل اوامره من السلطان العثمان طيب هم مكتب فهمش كده وبس يا ولاد ده اصدروا فرامان طيب هنعرف بص شايفين الخريطة اللي عندنا دي دي كلها اللون الاخضر ده اللي احنا شايفينه دي كل المنطقة اللي كان محمد علي بيسيطر عليها سيطرة كاملة وده كان شيء بيخوى في الدول الاوروبية وعلشان كده بدأ التحارب وتقضى عليه لغاية ما اصدروا فرامان سنة 1841 وخلي بالنا من التواريخ يا ولاد طيب فرامان يعني ايه يا ولاد يعني قرار لازم يتنفس طيب كان بينص على ايه حق وراصة الحكم لأكبر أبناء محمد علي سنا من الزكور الى جانب حكم السودان من هنا بعد كده هنتعرف على بعض خلفاء محمد علي بس قبل ما اعرف خلفاء محمد علي عايز اعرف الفترة حكم محمد علي اللي توليها على مصر من سنة كاملة سنة كاملة من 1805 الى 1848 طيب هناخد بعض خلفاء محمد علي هناخد اول حاجة ابراهيم باشا وده كان ابن محمد علي جعد عدة شهور وبعدها توقف سنة 1848 ميلادية هناخد رقم اتنين عباس باشا الاول وده ابن طصن حفيد محمد علي فترة حكم يا ولاد من 1848 الى 1854 وتولى الحكم بعد وفاة ابراهيم باشا هناخد بعد كده محمد سعيد باشا وده ابن محمد علي فترة حكمه من سنة 1854 الى 1863 وده تولى الحكم بعد وفاة عباس باشا وده عمل حاجة يا ولاد انه هو اعطى امتياز حفره قناة السويس للمهندس ديليسيبس المهندس الفرنسي ديليسيبس كان سنة 1854 هناخد بعد كده الخدو اسماعيل وهنجا وكف عنده وهنعرف هو عمل ايه هو ابن ابراهيم وحفيد محمد علي فترة حكمه من سنة 1863 الى 1879 وهنلاجي فيه تشابه بينه وبين محمد علي في حاجات كتيرة هناخدها مع بعض هعرف الاول الخدو اسماعيل سعى لتحقيق نهضة اقتصادية كبيرة طب عمل ايه اقام مشروعات عمرانية واقتصادية مش بس كده اهتم بالتعليم واقام يا ولاد امبراطورية مصرية امتدت الى مدرية خط الاسواء يعني ايه الكلام ده يعني وصل الى الجنوب في افريقيا حتى وصل لمنطقة خط الاسواء وهلاجي يا ولاد الدول الاوروبية اتحرقت ضده زي مين زي واجون ما النتائج المترتبة على انجازات الخديوة اسماعيل في مصر وخارجها الاجابة تحرقت الدول الاوروبية ضده فقامت انجلترا بالضغط على السلطان العثماني لعزله وتولية ابنه توفيق باشا طب اسأل سويا الخديوة اشمعنا الخديوة توفيق باشا لانه يا ولاد كان موالي للانجليس كان موافقهم في قراراتهم فترة حكمه كانت من امتى من 1879 ل 1892 وبكده نكون انهينا الجزء الخاص بدرس محمد علي وبناء محمد